اللعبة ذاتها وبنفس اللاعبين ولا شيء جديد إلا تغيير مواقع اللاعبين ومهامهم هذا هو المألوف والمعهود في نظام الحكم الممتد منذ حكومة بول بريمر وحتى الآن عادل عبد المهدي ليس استثناء عن سابقيه وعد بالتكنقراط والتجديد فجاءت حكومته محاصصة بامتياز ولم تقتصر هذه المحاصصة على المناصب الوزارية بل تسربت إلى الدرجات الوظيفية الخاصة كالسفراء ووكلي الوزارات والمديرين العامين مصادر في وزارة الخارجية كشفت أن 13 شخصية شغلت في وقت سابق مناصب وزارية وبرلمانية خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2014 ستعود مجددا ولكن هذه المرة من باب السفراء والبعثات الدبلوماسية عودة تلك الشخصيات لن تمر دون إحداث زوبعة سياسية بين الكتل المتصارعة على الدرجات الوظيفية لكن جدلها السياسي سينتهي كما هي العادة بتسويات واسعة على مبدأ لكل منا حصته مصادر حكومية كشفت أن هناك أسماء مررت فعلا كمنصب وزير ومن أهم تلك الأسماء المتحدث باسم حكومتي المالك الأولى والثانية علي الدباغ وهو أحد المتهمين بصفقة السلاح الروسي الفاسدة وجرت تسميته سفيرا للعراق في سلطنة عمان كذلك ترشيح الوزير السابق الموارد المائية حسن الجنابي سفيرا في تركيا وتسمية جعفر الصدر سفيرا ولم يحسن ما إذا سيكون سفيرا في بيروت أو لندن عدا عن تثبيت سعد محمد رضا سفيرا دائما في دمشق على الرغم من أنه أثار أزمة للعراق في العام 2017 عندما كان سفيرا في البرتغال على خلفية فضيحة اعتداء نجليه على قاصر واتهامها بالشروع في قتله كتلة صادقون التابعة لميليشيا العصائب حصلت أيضا على حصتها من الدرجات الوظيفية حيث كشفت تقارير محلية أن مسؤولين ونوابا سابقين عينوا في الفترة الأخيرة مستشارين في البرلمان ورئاسة الجمهورية ومن أبرزهم حسن سنيد وإسماعيل الحديدي غابة من الفساد محاطة بسور فرضه الاحتلالان الأمريكي والإيراني ولا تحوي إلا على شخصيات ثابتة تقفز من شجرة إلى أخرى على حسب الظروف والمتغيرات